النبي عليه الصلاة والسلام متى علم الأطفال أحكام المال وانتبه إليهم مو من سن الأربع سنوات وخمس سنوات من سن سنتين من عمر سنتين يجد الحسن وقد خرج من بيت مال المسلمين كان بيت المال المسلمين اللي فيه التمر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيت المال وفي فمه قطعة تمر يعني الآن بس يكعملوكه هو يزحف أخذه النبي عليه الصلاة والسلام الطفل غير مكلف والحسن من أغلى الناس على قلب سيدنا رسول الله ومع ذلك أخذه ضمه إليه ووضع أصبعه في فمه وأخرج القطع قال له كخ كخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة يعني تخيلي يحدثه عن أمر يعني يحتاج ربما عشر سنوات ليفهم ما معنى الصدقة وما معنى الزكاة ومعنى أنه نحن آل البيت لا نأكل صدقة لكن يريد أن نعلم للطفل أن هذا التصرف غير مقبول لذلك أنت لما بتدخلي وتلاقي ابنك بدأت تمتد يده إلى السكاكر عند الآخرين يجب هناك نظرة قوية وشديدة أن هذا التصرف مرفوض أن أشتري كل ما أشتهي هذا التصرف مرفوض أكل طعام أو أشتري طعام دون أن أنظر إلى تاريخ الإنتاج